بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين المعلم الحادي عشر مراتب الخير لمعلم القرآن ومتعلمه مراتب الخير لمعلم القرآن ومتعلمه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث رجه خاري وراوه صحابي الجليل عثمان ابن عفان يقول المؤلف هذه الخيرية خيركم هذه الخيرية ليست مقصورة على حال دون حال أو زمان دون زمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذه الخيرية ليست مقصورة على حال أو زمان بل هي خيرية دائمة في كل مكان وزمان على كل حال فمتعلم القرآن ومعلمه هو خير الناس في حوال كثيرة منها يقول فهي خيرية في الدنيا هذه واحدة وفي البرزخ أي القبر وفي الآخرة إذن كم معنا أحوال ثلاثة في الدنيا وفي البرزخ أي في القبر وفي الآخرة يؤكد ذلك ويصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث فموقف الإمامة موقف شريف ونبيل وأولى الناس وأحقهم به صاحب القرآن فلم يتقدم أصحاب الأموال لأموالهم ولا أصحاب الأنساب ولا أحساب لأنسابهم وأحسابهم وإنما تقدم أصحاب القرآن لشريف علمهم ورفعة منزلتهم إذن هذه الخيرية في الدنيا هذا دليل الخيرية في الدنيا فقدم صاحب القرآن لماذا قدم لأنه يحمل القرآن فقدم على غيره لما يحمله في صدره من كلام الله أصحاب الأموال ذلك 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 أصحاب الأموال 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 في قبل في قبل في قبل واحد فكانوا يجمعون بين الرجلين في القبل الواحد وكان صلى الله عليه وسلم إذا جئ بالموت يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن أيهم أكثر أخذا للقرآن من يحفظ أكثر من القرآن الأخذ بمعنى الحفظ هنا أيهم أكثر حفظا من القرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحدي إذا لماذا قدل لأنه أكثر حفظا من القرآن محفظا قدمت مؤلاء كتابت لأنه وأن هناك ما قدمت إلى الأخذ في الام محفظا ما قدمت ما قد تنجي على حرصة حفظا حفظا ما قدمت ، أنه أنه يدفع على حفظا في وسلم وأشهب أكثر يدفع أيها مؤمن يدفع يدفع سهل satu kuburan lalu mereka mengumpulkan diantara dua orang laki-laki dalam satu kubur yang dalam satu kubur dimasukkan padanya dua laki-laki dua sahabat yang telah meninggal kemudian apabila didatangkan orang yang meninggal sahabat yang meninggal kepada Rasulullah SAW kemudian beliau bertanya mana diantara mereka yang lebih ahdan ayuhum aktar ahdan wilquran ahdan bermakna ahfat lebih hafal terhadap alquran kemudian diisaratkan pada salah satu dari keduanya maka didahulukanlah di dalam lahat, itu orang yang banyak menghafal alquran wa ammal khairiyyatu fil akhira fa yashadu laha qawlun nabi sallallahu عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اذا اذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وفي لفظ آخر يقال 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 لصاحب القرآن في خيرية حامل القرآن يقال يقال نحرص جميعا أننا لهذه الخيرية وكما قلنا قبل قليل أن المراد صاحب القرآن حافظ القرآن مرة قبل قيل أيضا أيهما أكثر أخذا أخذ بمعنى الحظ قال وابذل جهدك في ذلك ابذل ما تستطيع من الوقت والجهد في حفظ القرآن وقبل ذلك ومعه وبعده سل ربك التوفيق والثبات استحم بالله عز وجل ولا تعجل خل خير بيده سبحانه خزائله ملأ فاسأل الله من فضله وسأل الله من فضله وسأل الله من فضله قال وسترى من الله تعالى ما يسرك ويشرح صدرك وفي ذلك فليتنافس سلم تنافسون قبل ذلك كان itu dan sebelumnya demikian itu ya dan yang dan sebelumnya demikian itu ya dan bersamanya dan setelahnya ya maka senantiasalah senantiasalah itu meminta ya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu taufik dan juga kekokohan senantiasa minta Allah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertolongan ya Istag'inbillah walata'ajas itu minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta Allah tolong kepada الله سبحانه وتعالى dan jangan merasa lemah dan mintalah pada الله سبحانه وتعالى dari keutamaannya karunianya dan قُزَاِنُ الله مَلْأَهْ ini berpendaharaan الله سبحانه وتعالى itu apa penuh maka engkau akan melihat dari الله سبحانه وتعالى apa yang akan membahagiakanmu dan akan melapangkan dadamu maka yang demikian itu hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba yang mereka berlomba-lomba إذن عرفنا في هذا المعلم من هذا المعلم المعلم الحدي عشر خيرية حافظ القرآن في الدول والبرزخ وفي الاخر لكن هل هذا الفضل الذي سمعناه لكل من قراء القرآن لكل من حافظ القرآن الجواب الجواب ليس كذلك بل لن يكون إلا لمن عمل هذه الأعمال يريد بذلك وجه الله تعالى لذلك ذكر المؤلف المعلم الثاني عشر فقال حفظه الله أخلاق من قرأ القرآن يريد به الله عز وجل أخلاق من قرأ القرآن يريد به الله عز وجل الآن نتعرف على الصفات التي ينبغي لقارئ القرآن أن يكون متصفا بها وانتصف بهذه الصفات فإنه بإذن لا يكون ممن قرأ القرآن يريد بذلك وجه الله عز وجل قال المؤلف ذكر الإمام الآجري رحمه الله تعالى كلاما عظيما عن أخلاق حملة القرآن الإمام الآجري له كتاب أخلاق حملة القرآن وهذا النقل هو من هذا الكتاب أنقل في هذا المبحث شيئا من كلامه ملخصا ذلك جاين كلامه على جمال مرتبت ليسهلا ضبطها أخلاق 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 القرآن أخلاق أخلاق علمه الله تعالى فما بك من الخير وما حفظت وما علمت كل ذلك من فضل الله عز وجل عليك وعلمك ما لم تكن تعلم أخلاق ينبغي ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله بالضبط وفضله على غيره ممن لم يعلم كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله بالفضل العظيم أن يتمثل قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قيل في تفسير هذه الآية يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله هذه تلاوت ما يتلونه أول ما يدخل فيها يعملون به حق عمله يتلونه يتلونه الله سبحانه وتعالى يتلونه يتلونه يعبدون يتلونه dan orang-orang yang menghafal Al-Quran adalah Ahlullah dan khususan dari Allah SWT mendapat orang-orang khusus di sisi Allah SWT dari apa yang Allah SWT menjanjikannya dari keutamaan yang agung yang dia merupakan penerapan atau penerapan dari firman Allah SWT mereka adalah orang-orang yang membacanya membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya yang dikatakan dalam tafsir ayat ini yaitu mereka yang mengamalkan yaitu sebenar-benar pengamalan orang yang membacanya dengan sebenar-benar membacanya yaitu adalah orang-orang yang mengamalkannya dengan sebenar-benar pengamalan قال حفظه Allah فعلى حامل القرآن أن يتأدب بآذاب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة تميزه عن سائل الناس ممن لا يقرأ القرآن إذن حافظ القرآن وحامل القرآن لابد أن يتميز يتميز عن الناس ممن لم يحفظ القرآن لماذا سيتميز بآداء وأخلاق والصفات فمن تلك الأخلاق والأوصاف التي ينبغي لحامل القرآن أن يتصف بها ويتحلى بها أن يتق الله تعالى في السر والعلن أن يتق الله في السر والعلن هذه من أعظم الصفات التي ينبغي لحامل القرآن أن يتصف بها تقوى الله عز وجل وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله التقوى أن يراك الله عز وجل حين أمرك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك فتعمل بأوامره وتنتهي بنواهيه هذه التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقائه كيف تكون هذه الوقاية بأن تعمل بأوامره وأن تنتهي بناوهيه لا يراك نهاية الوقران أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَلَهُ بِخِيمَانَ وَلَا فَرَبْوَسَيْنَا لَذِنَا أُوتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَإِيَاكُمْ عَنِتَقُلَّهُ أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى sungguh telah memasihatkan pada orang-orang yang telah dibeli Alkitab dari sebelum kalian dan pada kalian untuk bertakwa pada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dan jadi takwa adalah ya wasiat ya adalah wasiat dan juga ketakwaan hitabah selayaknya dan sepantasi yang dimiliki oleh ya para penghafal Al-Qur'an أن يكون بصيرا بزماله وحذرا من أهل الفساد لا تجالس أهل الفساد لا حرص أن تجالس أهل الصلاح لا حرص أن تجالس أهل الصلاح فإن الشخص يتطبع بأخلاق جليسه فإن كان حسنًا تطبع بصفات الحسنًا وإن كان سيئًا تطبع بصفات السيئًا القريم يتأثر بقريمه قد مرّ بنا يتأثم 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 Dari ahlul fasad Dari orang-orang yang rusak Dari orang-orang yang rusak Tidaknya dia Berakhlak Bersama dengan orang-orang yang baik Untuk waspada dari orang-orang yang buruk Yang jelek Karena seorang itu Itu akan memiliki akhlak Sebagaimana akhlak dari temannya Karena sebagaimana telah lewat Pembahasannya Jadi akhlak seorang itu Bisa terlihat dari akhlak temannya Ya apabila dia berteman dengan orang baik Maka dia akan menjadi baik Tapi apabila dia berteman dengan orang yang buruk Maka dia akan menjadi buruk An yahtemma Bi islahi ma fasada min amrihi Fa idha hasala Minka ya qari al-Quran Taksir Salih Hasala minka Ukulun nadaka al-khatta Zambun Fa inna katusari'u ila Attaw Hakada takunu Muhtamman bi islahi ma fasada min amrika Kemudian yang ketiga Supaya dia Berhatikan untuk Memperbaiki apa yang rusak Apa yang rusak dari perkaranya Dari urusannya Apabila dia terjatuh dalam dosa Maka dia Bertawbat pada Allah SWT An-Ikhfad 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 Lisana-Hu Wemeyiz Kelam-Hu Fala-Yetak-Lam-Hu Ila-B-K-I-Lam-Hu Ila-B-K-I-Lam-Hu Au-Fima Yakunu Mubahan Au-Fima Yakunu Mubahan Fala-Yetakallamu Ila-B-K-I-Rin Ma Yelfidhu Min Qawnin Ila Ladaihi Raqibun Fa Anta Muhaasabun Fima Taqul Fala-Tantik Ila-B-K-I-Rin Kemudian Mendaklah Para penghafal Al-Quran Itu untuk Menjaga Risanya Dan membedakan Ucapannya Membedakan ucapannya Terbedakan ucapannya Membedakan ucapannya Maka tidaklah dia berbicara Melainkan Dalam Kebaikan Dan tidaklah dia Berbicara dengan Sekahendaknya Tapi dia berbicara Dengan kebaikan Karena Allah SWT berfirman Ma Yelfidhu Min Qawli Ila Ladaihi Raqibun Atif Tidaklah ucapan Terkeluah dari seorang Melainkan Ada padanya Malaikat Penulis Malaikat yang menjaga Yang menulis Amalannya Laya khudu Fimala Ya'ni Min khusni Islam Min mar Tarku Mala Ya'ni Mala Yang shagil Hamil Al-Quran Bimala Ya'ni Kemudian Ya Tidak Dia Berdalam-dalam Ya Di dalam Perkara Yang tidak Berguna Ya Tidak berguna Tidak memunfaat Baginya Ya Karena Rasulullah Sallam Berbicara Min khusni Islam Min mar Tarku Termasuk Ya Kebaikan Seorang Itu Meninggalkan Apa yang Tidak Bermanfaat Baginya Yukallil Al-Mazha Wa la Yamzahu Ila Bihak In La Yukthir Min Al-Mizah Fa In Hasal Min Mizah Fa In La Yamzahu Ila Bihak Fala 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 Yukum Fima Zih Kadib Wa Adiyah Di Akhihi Al-Muslim Kemudian Yang bersedikit Yaitu Bercanda Ya Bersedikit Bercanda Dan Tidaklah Dia Bercanda Melayinkan Dengan Hak Ya Apabila Terjadi Yaitu Bercanda Maka Dia Tidak Boleh Yaitu Berjusta Yah sync Oy Yatuh 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 Av Yatuh Yo Yatuh Yatuh تسيء الظن بإخوانك ممن لا يستحق أن يساء الظن به وأولى من يدخل في ذلك انتبه أن تسيء الظن بمدرسيك بمدرسيك من تخارطهم كثيراً إن حصل منهم كلمة أو حصل منهم تصرف لا تسيء الظن بهم فتقول مقصدهم كذا وأرادوا كذا أحسن الظن بإخوانك لا سيما من تتلق معهم أحسن الظن بإخوانك 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 أحسن الظنية لذلك يجب أن يتعلم على من جهلا عليهم يتعلم على من جهلا عليهم من جهلا عليهم أخطأ في حقه ويكون حليم لا يحسب الناس في كل شيء قالوا معهم إنما يتعلم و يصفح ثم إلا هل يأتي لك إنه لا يشعرون أنه يكون يتعلم على بعض الس معظم على أن تتعلم على الشباب يتعلم على ص przyszتاة علمواة الأغطاء يتعلم على الأغطاء وقال القرآن لتمدى يا مما أفكاني يا مما أفكاني هي كظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه إذا من الصفات التي ينبغي لحامل القرآن أن يتصف بها كظم الغيظ كظم الغيظ إذا أغضبك شخص أكظم غيظك وكما مر تعفو عنه تحلم عنه وفي ذلك تنالو إن شاء الله رضا ربك سبحانه والكظمين الغيظ والكظمين الغيظ والكظم الغيظ فضائل عظيم ثم أخضبه المسarah الّغاَلْ قُرْءَا الْقُرْءَا يتواضع في نفسه التواضع من الصفات العظيم يريد أن يتواضع في نفسه ولا يتكبر ولا يرى في نفسه أنه أولى من غيره لا يرى نفسه أولى من غيره ومن تواضع لله رفعه الله ومن تواضع لله رفعه الله kemudian itu tidak hanya seorang penuntut ilmu penghafal Al-Quran untuk memiliki sifat tawaduk pada dirinya dan dia tidak sombong dan dia tidak melihat dirinya itu lebih lebih baik daripada selainnya dari teman-temannya maka seorang penghafal Al-Quran itu untuk tawaduk dan tidak sombong dan tidak merasa dirinya itu lebih baik daripada selainnya barang siapa yang dia tawaduk maka Allah SWT akan angkat terima kasih telah menonton من هذا الذي نقال إليه الحق صغير أو كبير قريب أو بعيد حتى لو كان عدوا ماهدام أنه قد جاء بالحق فإن الحق يقبل اللظر أكثر أكثر على قبل إليه الحق شكل على الله أكثر على معاني ما يقبل أكثر على مرة من قبل أكثر على مرة الأكثر حتى لو كان الأكثر من أكثر من خلال كبير قليل كان الأكثر من خلال Maka Ya Harus padanya Itu untuk Menerimanya يطلب الرفعة من الله تعالى لا من المخلوقين وقد مر من تواضع لله رفعه رفعه فالله عز وجل يرفع من تواضع من أخلص في ذلك ولا يطلب حامل القرآن الرفعة من الناس لا يرجو ذلك إنما من الله عز وجل فهي بيده سبحانه kemudian menghafal القرآن dia mencari ketinggian, kehidupan tinggi itu dari Allah سبحانه وتعالى bukan dari makhluk سبحانه وتعالى من تواضع لله رفعه فالسيما yang تواضع karena Allah سبحانه وتعالى maka Allah سبحانه وتعالى akan mengangkatnya jadi carilah ketinggian itu dari Allah سبحانه وتعالى bukan dari makhluk لا يجعل قراءة القرآن لا يجعل قراءة القرآن حوائجه kemudian dia jadikan menghafal القرآن bahwasannya dia jadikan menghafal القرآن membaca القرآن itu adalah untuk yaa ridha Allah سبحانه وتعالى bukan untuk mencari herta atau untuk ya memenuhi kebutuhan jadikan 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 yaa ridha Allah سبحانه وتعالى قراءة القرآن dalam minumnya dalam pakaiannya dalam tidurnya dan juga yaa bersama teman duduknya yaa sebagaimana Aisyah رضي الله تعالى pernah ditanya yaa bagaimana akhlaknya Rasulullah سبحانه وتعالى kemudian beliau alias salam mengatakan karena kulukuhu القرآن lalu adalah Rasulullah سبحانه وتعالى akhlaknya adalah القرآن ini sebagai perwujudan dari القرآن يشكر لهما عند الكبر ولا يضجر منهما ولا يحقر هما إن استعان به على طاعة أعانهما وإن استعان به على معصية لم يعنهما عليها ورفق بهما من معصيته إياهما ويحسين الأدب معهما ليرجع عن معصيتهما ما شاء الله إذن حافظ القرآن وحامله ينبغي ليكون بار بوالده كيفما كان حال الأبوي كيفما كان حال الأبوي في القرآن آيات كثيرة في هذا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا محروف فبر الوالد مطلوب ولو كان الأب على غير ملة الإسلام تتبر الوالد لكنك لا تستجيب له في معصيات الله عز وجل لا طاعة المخلوق في معصيات الأبوي وصاحبهما ملحبهما Dengan pandangan Yang penuh kasih sayang Dan penuh rahmat Dan mengajak Keduanya untuk Tetap Ada dan bersyukur Kepada keduanya Ketika keduanya telah Berusia tua Dan tidak merasa bosan Dari keduanya Dan tidak merendahkan keduanya Apabila keduanya itu meminta Bantuan Pada suatu Ketaatan Yang bisa dia gunakan Untuk membantu keduanya Dan apabila keduanya itu Minta bantuan padanya Pada suatu maksiat Maka tidak membantu keduanya Tetapi dia tetap Berbuat baik pada keduanya Karena La to'ata fi makhluk Fi maksiatil li makhluk Fi maksiatil halik Tidak ada ketaatan Pada makhluk Pada Kemaksiatan Pada Allah SWT Kemudian Berbuat adab Yaitu melakukan adab Yang baik pada keduanya Supaya Keduanya itu Kembali dari Maksiatnya Begitulah Apabila Keduanya mengajak Untuk berbuat Kesyirikan Maka Maka tidak Mentaati Keduanya Kemudian Tetap Memperlakukan Keduanya Dengan Perlakuan Yang Yang baik Sementara Dalam surat Hukman Yassilu Terima kasih Padanya Yaitu Memutusnya Ya Barang siapa Yang memutusnya Ya Dia tidak Yang memutusnya Juga Apabila ada Dari keluarga Karib Kerabat Yang memutusnya Tapi Seorang Menghafala Al-Qur'an Tidak Yang memutusnya Man Asa Allah Fihi At Allah Fihi Izan Man Zolamak Khalaf Amr Allah Fihi Lihsani 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 Zolamak Shatamak Sabak Fain Naka Tuti'u Allah Fihi La Tuhalif Amr Allah Di Hali Hal Fih Wakti Ghadab Bel Kama Mart Taktimu Rai Zah Wa Ta'fu An Wa In Aqab Tafatu Aqibu Bimithlima Yukibtabihi Duna Ziyadatin Hatta Latakuna Dalimah Hatta Latakuna Dalimah Kemudian Itu apabila Ya Orang Memaksihati Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Seorang Menghafal Quran Itu Berbuat Ketaatan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Misalnya Ada orang Yang Buat Marah Tapi Seorang Menghafal Quran Menyembunyikan Kemarahannya Ya Menyembunyikan Kemarahannya Kemudian Apabila Seorang Melakukan Maksiat Maka Seorang Menghafal Quran Berbuat Ketaatan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala من تصاحب من تجالس ويكون حسنا المجالسة لجلسائه فتكون مجالسهم فيها من الخير ما فيها أو يكون فيها من المباح ما يكون دون أن يخالط جلسائه فيقع في الشرور ويقع في المخالفة ما يكون حسنا المجالسة لجلسائه وقبل ذلك يختار الجلساء الصالحين الذين ينتفعوا مجالساتهم kemudian penghafal القرآن bahasanya dia mencari teman yang soleh teman yang soleh supaya dia menjadikan mereka orang yang bagus sebagai teman duduknya sebagaimana Rasulullah SAW يحرص على أن تكون جميعا عباداته بعلم وبصيرة فالصلاة التي يصلها يحرص أن يتعلم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وقال صلوا كما رأيتمني صلي هكذا تكون عبادته بعلم وبصير الصيام الذي يصوم يتعلم كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أي شيء من العبادات التي يقوم بها ينبغي أن يتعلمها لوافق هدية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته и اخرى فنتهي القول على جميع الإطلاق يتعلم أن أعطى فليا كل تفكار يتعلم أنه من الصلاة والسلام وإن ومسلتين والسلام وتعالى حتى يوسط إلا أن أن يكون صلاة نبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال حيث 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 لديه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوة يتبعى أن يكون مؤمن أو يبحث عن القرآن يكون محبباً مما يقوم بما يقوم بمسيطة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس على طلب العلم نعود حامل القرآن يحرس على طلب العلم ويراعي أداب مجالس العلم فإذا حضر مجالس العلم ينبغي أن يراعي أداب حديث أداب الحديث لا يجعل همته عند الحفظ انتبه قلوا الآن في حال حفظ القرآن فلا تكون همتنا عند الحفظ متى أحفظ الصورة متى أختم القرآن بل تكون همته متى أكون من المتقين متى أكون من المحسنين متى أكون من المتوكلين متى أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة إذن حفظ القرآن من المكرمات ومن الأعمال الفاضلة العظيمة لكن لا ينبغي أن يكون همنا محصورا على الحفظ فحسب فمتى نختم متى نحفظ وكفاء لا الحفظ وسيلة بإذن الله لتنال هذه الفضائل فتعمل بما حفظت الله عز وجل يأمر بالصدق فتحرص أن تكون من الصادقين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله عز وجل يأمر بالإحسان كذلك تحرص على أن تكون محسنا الله عز وجل يأمرك بأن تتوكل عليه تحرص أن تكون متوكلة وهاكذا فتكون ثمرة الحفظ ظاهرة فيك ثمرة الحفظ ظاهرة فيك لا أن يكون همك محصورا في الحفظ فحسب في ختم السورة فحسب في ختم القرآن فحسب لأن ما يكون همك أن تنتفع بحفظك في القرآن الكريم فيظهر ذلك في أخلاقك وصفاتك ثم يكون ف Powers فع Lorenzًا وجمياًثًا كماً بحفظات إلى الحفظ وكماً بحلفان إلى الحفظ حينighيت جدًالم out هذا المواقق أن أكون أحفظ orang-orang yang bertakwa kapan aku menjadi orang-orang yang bertakwa kapan aku menjadi orang-orang yang berbuat baik dan kapan aku menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertawakal kapan aku termasuk orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan aku berharap terhadap akhirat maka hendaklah seorang penghafal Al-Quran ini menjadikan tujuannya sebagaimana telah tersebut menjadi orang yang bertakwa menjadi orang-orang yang jujur termasuk orang-orang yang berbuat ikhsan kemudian menjadi orang-orang yang bertawakal maka ini adalah merupakan tamarah merupakan buah buah hasil yang tampak pada diri seorang hamba dia jadikan buasannya dia menghafal Al-Quran kemudian dia tampakkan hasilnya, buahnya itu pada amalannya lalu berbincang وحرزا ومن كان هذه ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة فلنحرص على أن نتصف بهذه الصفات فيها الخير العظيم يقول ومن كان هذا وصفه نفع نفسه نفع نفسه فكان من من يتلو القرآن حق تلاوته ونفع أهله وعاد على والديه فالوالدان يكسوان في الآخرة حلة الكرامة لماذا يكسيان حلة الكرامة الحديث بحفظ ولدهما القرآن وعلى ولده لأن صلاح الأبي يتعدى ثمرته وخيره إلى الأبناء الله عز وجل يقول وكان أبوهما صالحا بقصة الجدار بقصة الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فالصلاحي الأبي حفظ لهم ما حفظ وعلى ولدهي كل خير في الدنيا والآخرة أبوهما صالحي الأبياء 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 أو seorang itu dekat dari sifat-sifat ini maka dia telah membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benar pengamalan maka Allah SWT akan menjaganya dengan sebenar-benar penjagaannya dan nanti Al-Quran akan menjadi baginya syahid menjadi saksi bagi dia dan Al-Quran akan menjadi pemberi saksi baginya dan Al-Quran akan menjadi penolong baginya akan menjadi pelindung baginya maka barang siapa yang ini merupakan sifatnya sebagaimana telah tersebut maka Al-Quran akan mendatangkan manfaat baginya dan juga akan mendatangkan manfaat pada keluarganya sebagaimana dikatakan tadi beliau sebutkan dalam surat Al-Kahfi puasanya dengan hafalnya seorang Al-Quran maka dia akan akan memberikan yaitu mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya di kedua orang tuanya nanti di akhirat akan dipasangkan mahkota dikarenakan anaknya yaitu menghafal Al-Quran dan juga kesolehan seorang ayah itu juga akan menjaga akan menjaga keluarganya sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Kahfi wakana abhumah saliha dalam kisah jidar itu akan menjaga kebaikan bagi anak-anaknya ini kesolehan orang tua begitu pula dan akan kembali kepada kedua orang tuanya dan juga akan kembali kepada anaknya semua baikkan di dunia dan juga di akhirat ثم أخذنا المعلم الآخر وهو الكلام عن أخلاق من قرأ القرآن يريد به الله عز وجل فذكر المؤلف صفات إن بغي لحامل القرآن إن يتصف بها فمن اتصف بها بإذن الله ظهر فيه الخير والثمرة وكان ممن يقرأ القرآن مريدا به وجه الله عز وجل في الغد إن شاء الله نأخذ أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به إذن الله عز وجل سيذكر من صفات ينبغي أن نحرص على عدم الوقوع فيها والإتصاف بها إن شاء الله عز وجل أخلاق من قرأ القرآن من قرأ القرآن سيئلة ومن أمود أن أخذ الله ومن أمود أن تنجلسوا بها من قرأ القرآن من قرأ القرآن من قرأ القرآن من قرأ القرآن Phil إن تدعي خلصتنا الله سبحانه وتعالى إذن نكتب